السلام عليكم أحبائي من جديد أتمم معكم التمارين الأسئلة المتبقية انقطع التصوير لأن أحد الأصدقاء اتصل بي وأنا أصور بالهاتف نعم أتمم معكم التمارين عن السؤال الرابع أجيب سأل سمير أمه ماذا قال ثم متى تفاجأت الأم ثم ماذا سيشتري سمير بنقوده وماذا أهدى سمير لعاليين نعم هذا الأجوبة وهذه الأسئلة عندنا الأجوبة ديالها من خلال النص بالنسبة للسؤال الأول عما سأل سمير أمه ها هي سأل سمير أمه كم بقي من الأيام ليأتي العيد نعم هذا بالنسبة للسؤال الأول تفقنا هذا جواب على السؤال الأول بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو متى تفاجأت الأم نعم عندنا الجواب في نهاية الصفحة تفاجأت عندما فتح سيوانه وأخذ منه حصالة النقود نعم هذا هو الجواب بالنسبة للسؤال الثاني تفاجأت عندما فتح سيوانه وأخذ منه حصالة النقود وقال احسبي معي إلى نهاية الجملة ثم بالنسبة للسؤال الثالث ماذا سيشتري سمير بنقوده؟ نعم الجواب عندنا هنا نعم يا أمي سأشتري حذاء جديدا لكن ليس لي بل لصديقي علي ابني جارنا الفقير إذن سأشتري حذاء جديدا نعم ماذا أهدى سمير لعليه؟ نعم أهداه حذاء جديدا نتفقنا إذن كان هذا هو الجواب عن الأسئلة الأربعة ثم عندنا السؤال الخامس في أحلي أضع علامة في قبل زمان النص ليلة العيد يومان قبل العيد أسبوع بعد العيد أو صباح العيد الزمان ديال النص عندنا هنا في النص نعم نعم يشوف معي الجملة علينا بعد يومين فقط سيطل صبيحة العيد الذي سيطل علينا بعد يومين فقط إذن الجواب الصحيح هو يومان قبل العيد إذن هذا هو الجواب الصحيح ثم السؤال السادس أستخرج من النص صفات أرادت الأم أن يتصف بها سمير نعم انطلاقا من النص عانقت الأم سميرا وقالت هكذا أريدك يا ابني أن تكون دائما عطوفا هذه الصفة الأولى على المساكين والفقراء رؤوفا يعني بالعجائز والضعافة إذن هذه صفتي أرادت الأم أن تكون في ابنها ونتمنى أن تكون هذه الصفات في جميع أبناء المسلمين والمسلمات في مشارك الأرض ومغاربها ثم بعده عنا سؤال السابع أرتب الجملة من الأرقام واحد إلى خمسة لألخص النص نعم إذا عنا الفكرة الأولى أثنت عليه أمه عنا أخبر أمه بما فكر فيه وفر سمير مبلغا من المال أسعد صديقه صباحا ليد فكر في شراء حذاء لصديقه الفقر إذن أول فكرة هي وفر سمير مبلغا من المال ثم فكر في شراء حذاء لصديقه الفقر ثم أخبر أمه بما فكر فيه ثم أثنت الأم عليه وأخيرا أسعد صديقه صباحا العيد وبهذا أحبائي نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس نعم تجدون الدرس الموالي إن شاء الله الصفحة رقم 36 وكذلك الصفحة 37 من الكتاب المدرسي وكذلك الصفحة رقم 38 من الكتاب المدرسي في صندوق الوصف بالنسبة لتعبير الكتابي كنت نجستك الأسبوع الثاني والثالث والرابح ونخلقكم في صندوق الوصف لتطلعوا عليه وأستودعكم الله وإلى اللقاء